شدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على عمق العلاقة بين مصر وكازاخستان لافتا إلى استعداد كازاخستان لتوريد القمح إلى مصر وخلال استقباله وفدا برلمانيا كازاخيا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولين أشيمباييف أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن التطلع لكل ما يدعم توطيد أواصر العلاقات المصرية الكازاخية على مختلف المستويات لافتا إلى أن كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين تعبر وبصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما لتطوير هذه العلاقة والوصول بها لأفضل الدرجات من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي عن تطلعه بأن تأتي هذه الزيارة بثمارها وأن تحقق تطويرا للعلاقة بين الدولتين الصديقتين مشيرا إلى عودة السياحة الكازاخية إلى مصر بدءا من مارس المقبل كما أعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الإرهاب